موسيقى السلام وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة Power Pivot لسه بنتكلم على دوال الوقت الذكية ده الجزء الثالث اتكلمنا عنها فيديوهين قبل كده النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها Running Total او الإجمالي الجاري ونرى 6 أشياء اول شيء سنتكلم على كيفية حساب التغير السنوي كنا شرحناها في الفيديوهات قبل كده لكن اليوم سنتكلم عليها بشكل أكثر ثم نرى ثلاثة Functions ثلاثة Dext Functions تتكلم على موضوع الإجمالي الجاري اول واحدة سنتكلم على الإجمالي الشهري الجاري والفنكشن اسمها DatesMTD او ممكن تسميها DatesMountToDate بعد ذلك سنتكلم على الإجمالي الربع سنوي الجاري بفنكشن اسمها DatesQTD بعد ذلك سنتكلم على الإجمالي السنوي الجاري بفنكشن اسمها DatesYTD او DatesYearToDate وبعد ذلك سنتكلم على بفنكشن اسمها DatesMTD بفنكشن اسمها DatesMTD حتى نحسب التغير السنوي للإجمالي الجاري وفي آخر الفيديو سنرى تقرير مبيعات ديناميكي سنضع فيه جدول محوري سنستخدم فيه الإجمالي الجاري اللي احنا عملناه مع التغير السنوي ونضع حبة Slicers ونشوف ازاي ممكن نقلب في التقرير بشكل هايل جدا خلينا نفتكر مع بعض المثال اللي اشتغلنا عن المرات السابقة من أول PP04 زي ما حاك شايف عندي خمس جداول في النص جدول واحد للمعاملات فيه بيانات المبيعات وكمان حاسبين فيه تحت كل المجلس بتاعتنا ويه مرتبط بأربع جداول بحث وكلهم مرتبطين بعلاقة ستجد الواحد دايما موجودة ناحية جدول البحث والستار او الميني موجودة ناحية جدول المعاملات اول جدول هو جدول الكالندر موجود فيه التواريخ مرتبط بالدات وطبعا موجود فيه تقسيمات الديت كلها بعد كده جدول المنتجات او البروكتس موجود فيه البروكت اي دي وده المستخدم فيه عملية الربط وكمان فيه تصنيفات بتاعت البروكت نيم والكاتيجري وفيه كمان الاسعار وعندي الريجن عشان اقدر اجيب منهم اسم ده كده شكل الدي Lagram View تعالا نروح على الاكتسال ونرى اعملنا بهم اين من الابطة السابقة اول حاجة فيديو pp05 اول فيديو تكلمنا فيه على ال time intelligence functions حسبنا the year over year عن طريق معادلة last year وحتى استخدمنا معادلة date نحرك التاريخ للأمام والخلف قدرنا نجيب quarter over quarter و month over month و year over year نحاول نفهم مع بعض يعني ايه year over year او ازاي بيتحسب استخدمناها فعلا من المناطق اللي فاتت بس خلينا نفهمها احسن بشكل تفصيلي شوية طبعا ادي المعادلة اللي بتستخدم c equals x2 minus x1 على x1 c اعتبرها هو نسبة التغير اللي نعيز احسبها او year over year change x2 هي السنة الحالية السنة الجديدة minus x1 هي السنة اللي فاتت مقسومة على x1 اللي هي السنة اللي فاتت فكده من الاخر انا واخد السنة دي طرح منها السنة اللي فاتت والنتيجة طلعتلي اسمتها على قيمة السنة اللي فاتت وهو ده اللي مديني نسبة التغير تعال نطبق ده على pivot table ده متاخد بالنفس data model زي ما انت شايف اربع سنين مبيعات ادي مبيعات السنة ودي مبيعات السنة السابقة وتعال نطبق المعادلة هنقول يساوي وبعد كده هفتح cost لاني عايز الاول اعمل عملية طرح بك عملية اسمه هاخد السنة اللي فاتت ناقص السنة دي وحطهم بين قوسين واقسم على السنة اللي فاتت وبعد كده هدوس enter طبعا مديني error عشان في اسمه على صفر يبقى انا ممكن احط قبليها معادلة if error هروح على طول بعد equal وابدأ اكتب ife او الاختيار if error طرم بالازرق لو دوست tab هكتبلي المعادلة الاخيرها ممكن بعد كده افتح cost واروح في الاخر add value المعادلة المطلوب مني بعد كده if error يعني في حالة لما المعادلة دي تدي خطأ او error مطلوب مني اعمل ايه انا في الحالة دي عايز يديني 2 double code فاضين او يديني blank يديني cell فاضية بعد كده اقفل cost if error وادوس على enter طبعا هتدي blank لكن لو سحبت الغاية الاخر حلاقي على طول النسب طلعالي نسب التغير وطبعا انا عامل السيلز دي عاملها percentage عشان تظهر لي نسبة ما اوازم احكشف كده بالزبط نفس الكلام ده بالزبط عمل لها مع بعض قبل كده في الداكس تعالى نروح على ال data model ونفتكرة عملنا ازاي مع بعض المنطقة اللي كنت بسميها revenue last tier محسوف فيها last tier بعد كده حسابنا التغير ما بين السنتين او طرحنا السنتين من بعض لو بسيط في formula bar هتلاقي بقول revenue ده revenue بتاع السنة دي minus revenue last year ده revenue السنة اللي فاتت مديني رقم وهو التغير بين السنتين التغير الابسلوت او التغير المطلق بين السنتين الخطوة اللي بعد كده يعني كاني اسمت المعادلة على نصين النص التاني خدت المجر اللي قابله اللي هو variance vs last year وحطيته في المعادلة بتاعتي في معادلة divide واسمتوا على revenue بتاع ال last year يبقى انا كده حققت المعادلة لكن استخدمت divide ليه لاني divide زي ما انت شايف بتديني تلاتة options مش اتنين يعني ممكن احط المعادلة اللي انا هقسمه يكون فوق واللي هقسم عليه يكون تحت في المعادلة وبعد كده بيديني alternate value لو ال value دي طلعت error اديني blank او احط اللي انا عايزه في الحالة بتاعتي بحط blank يبقى انا كمان جوه معادلة divide دي عملت في نفس الخطوة if error اللي عملناها في معادلات excel العادية تعالا بقى نشوف الكلام ده ازاي ممكن نحطه في ال pivot table من ال excel sheet هختار ال pivot table هلاقي المجر اهو year over year percent لو علمت عليه هيظهر لي في ال pivot table ولو بصيت هتلاقي بالزبط نفس الارقام اللي محسوبة هي هي يبقى احنا كده فهمنا ازاي بنحسب التغير من سنة الى اخرى فهمنا المعادلة بتاعته وفهمنا زي بنحسبه معادلات excel العادية وفهمنا زي بنحسبه عن طريق الدكس تعالا بقى نفهم مع بعض ايه حكاية ال running total ده مثال صغير كده انا عندي ايام يعني التغير ده شهر معين فيه 30 يوم يدي دي 1 لغاية دي 30 تحت وعندي المبيعات اليومية في كل يوم وعايز احسب running total running total يعني ايه؟ يعني اول يوم هيكون يساوي اول يوم running total في اول يوم يساوي اول يوم لكن running total في اول يوم يساوي مبيعات اول يوم زائد مبيعات تاني يوم ورنينج توتل بتاع اليوم التالت يساوي مبيعات أول يوم زائد تاني يوم زائد مبيعات تالت يوم وهكذا لحد نهاية الشهر طيب عشان أحسابها على الإكسل أكيد في طريقة أسهل من أن أقول كل شوية أقعد أجمع ممكن عن طريق الفونكشن اسمها سأقول equal وأبدأ أكتب sum وأعمل tab عشان يفتح لي قوس ويكتب معادلة sum وهختار C5 اللي هي فيها أول يوم وبعد كده عن طريق F4 هسبت المعادلة وبعد كده هعمل نقطتين واختار تاني C5 بس المرة دي مش هسبتها وهقف الإلقوس وبعدين أدوس enter اداني الجامع بتاع أول سل جامع C5 لوحدها فطبعا اداني نفس الرقم لو سحبت التحت وبسيطها على رنج بتاعه دي بيتمدد عشان أول واحدة من تسبتها والتاني مش من تسبتها فكبر معايا وأخد يومين ولو بدأت أسحب لحد الآخر خالص هيعمل نفس العملية دي هتلاقي حضرتك أنه اليوم الثلاثين الرنج توتل بتاعه هو يساوي 11 ألف اللي هو مجموع الشهر بالكامل بالمعنى كده الرنج توتل ده هو الإجمالي حتى تاريخه في الحالة دي ممكن أسميه رنج توتل وممكن كمان أسميه توتل منث توديت نفس المعنى بالزبط يعني من أول الشهر لحد تاريخه وإختصارا ممكن أسميه توتل أم تي دي يعني اختصار لمنث توديت الأم عشان المنث والتي عشان تو والدي عشان ديت بقى توتل أم تي دي ممكن أستخدم كلمة منث توديت ممكن أستخدم كلمة رنج توتل أو ممكن أستخدم بالعربي أقول الإجمالي الشهري حتى تاريخه طب إزاي نعمل الكلام ده على الديتا موضل وعن طريق معادلات الدكس تعال نروح بسرعة على الديتا موضل ونشوف نعمة الكلام ده إزاي آدي الباور بيفوت ويندو تعال ننزل تحت خالص ونكتب نوت جديدة عشان نبقى ده سكشن جديد لمعادلات جديدة حسميه توتل ريفنيو منث توديت الجاري الشهري وحاجي هنا أبدأ أكتب الماجر بتاعي متاعها نكتب هنا R EV اختصار الريفنيو وبعد كده ممكن أعمل space وأكتب MTD يعني revenue month to date بعد كده نقطتين معناها اسم الماجر خلص وإكوال يعني يلا نكتب المعادلة مع بعض لزي ما أنت فاكر مرور الفات استخدمنا معادلة كالكليت وقلنا كالكليت دي هدفها الأساسي إن هي تغير الفيلتر كونتكست اللي جاي من ال pivot table أو ال external filter اللي جاي من ال pivot table فنكتب كالكليت مع بعض CAL أو الاختيار calculate حدوس tab عايز مني expression expression ممكن يكون measure أنا عندي measure دي محسوبة كان محسوب في revenue ممكن أستخدمه على طول عشان أجيب قائمة measures زي ما اتفقنا حدوس على square bracket هذه قائمة measure هاختار revenue نزلت بالأسهم لحد ما وقفت عليه لما اتعلم عليه بالأزرق لو دوس tab سيكتب لي على طول كلمة revenue وبعد كده قام الطالب الثاني طالب مني filter لو تفتكر استخدمنا هنا بالضبط same period last year واستخدمنا هنا بالضبط add date ممكن برضو أستخدم الفنكشن الجديدة اللي اسمها dates وضع dates وضع dates mtd زي ما انت شايف يا شرحها نفسها dates يعني تواريخ و month to date mtd يعني month to date زي ما اتكلمنا مع بعض متعلم عليه بالأزرق دلوقتي ممكن ندوس tab هيفتح لي قوس وطالب مني تواريخ بص كده طالب مني dates وزي ما اتفقنا طالب مني dates يبقى لازم اروح على calendar table على طول واختار العمود بتاع dates لو قدت هنا calendar cal ادي اداني اختيارات table الكالندر ثاني اختيار هو ال calendar date الكرم بتاع date وانا لازم نختار ال calendar date عشان فيه تاريخ متصلة عشان المعادلة بتاعتي تشتغل بشكل مظبوط هاقفر القوس بتاع dates mtd و هاقفر القوس بتاع calculate و هدوس enter لو نزلت هنا وبصيت هتلاقي فعلا اديني الحزبة بتاعتي مظبوط ممكن بعد كده اعمل number formatting من فوق من حتة بتاع الفورماتنج هاختار برضو currency وي ممكن اقلل decimal places ممكن يبقى zero decimal place لان طبعا الرقم كبير مش محتاج احط فيه decimal place وتعالى كده نشوف الكلام ده هيشتغل ازاي على ال pivot table فتعالى نرجع على ال excel ممكن اقف هنا في column n و ابدأ اعمل pivot table جديد هاروح على insert ومن insert على الشمال pivot table هاختار pivot table طبعا انا مش مختار اي حاجة لكن هو هيفه من انا عايز data model use this workbook data model وفيه من انا عايز existing worksheet واختار لي location اللي هو n4 cell n4 هادوس على اوكي انشأ pivot table من فوق على الشمال ممكن اروح على pivot table analyze على الشمال عشان ادي اسم وتعالى نسميه running total وندوز enter خلاص اداله اسم تعالى نختار اللي احنا محتاجينه اول حاجة هاختار revenue هحطه في values وبعد كده هنزل تحت خالص واختار revenue month to date وحطه برضو في values بعد كاما محتاج شوية التواريخ بقى عشان اتفرج لانا عملته ده ممكن اصغر ال all sales واروح على calendar ممكن اعطول اختار date hierarchy وحطه في ال rose اداني ادي ال 4 سنين بتوعي والplus دي ممكن اعمل فيها drill down وتعالى نشوف ايه اللي حصل ادي 2016 تعالى نفتحها ونفتح شهر يناير ونتفرج اول يوم 18 الف month to date برضو 18 الف اليوم التاني 18 الف month to date بقى كام 37 الف اللي هو اجمالي اليومين مع بعض ادي الصن بتاعهم تحت لو بصيت اهو موجود تحت ونفس الكلام حيفضل يكمل معاك لحد ما هتنزل تحت خالص وحتلاقي 75 الف ده اجمالي شهر يناير تعالى نتأكد تعالى نحط هنا subtotal ممكن نقف هنا واروح على design ومن design اروح على subtotals واقول له subtotal at top of the group ادي 75 الف حضرتك هي هي اللي موجودة في اخر يوم في شهر يناير 75 الف لو روحت عشهر فبراير بقى نلاقي ايه اللي حصل حيبدأ تاني من اول وجديد 21 اصدتها 21 بعد كانت 19 مجموعهم مع بعض 40 موجودة اجمالي جاري في شهر فبراير وهكذا يبقى شوفنا ازاي بيشتغل month to date بنفس المنطق نحاول نفهم موضوع quarter to date احنا عملنا month to date كل يوم بيجمع اليوم اللي قبليه في خلال نفس الشهر ولما بيخلص الشهر بيبدأ من اول وجديد نفس الفكرة بالزبط quarter to date بيجمع الايام وبيجمع كمان الشهور ولما بيخلص الكوارتر اللي هو ثلاث شهور يبدأ يعاد من اول وجديد يعني رحلنا نطبق الكلام ده في الجدول اللي قدامنا ده قادي اول ثلاث شهور January February March يبقى اول شهر هو حيساوي شهر يناير لوحده وبعد كده فبراير ويناير مع بعض والشهر الثالث لو مارس هيبقى اجمالي التهات شور مع بعض تعالى كده نسرق المعادلة دي من هنا عشان منعنش بقى جديد ادي copy وادي paste هنا طبعا المعادلة كده بقى شكلها غريب هنثبتها احنا كده بقدينا وندوس enter وبعد كده لما نشدها لتحت هتلاقي بتجيب معاك التهات شور مع بعض ولكن لما تبدأ شهر ابريل ناخد copy تانية من المعادلة ونحاول وبعد كده copy يبقى دي ثلاث شهور ثلاثين مع بعض ابريل يساوي ابريل مايو يساوي ابريل ومايو مع بعض جون يساوي الثلاث شهور وبتالي كورتر مع بعض وهكذا لحد آخر السنة طيب تعالى نروح بقى data model ونشوف هنعمل ايه نفس اللي عملناه تقريبا هو هو ولكن بس هنغير اسم المعدل فهنروح تحت برضو هنسمي measure جديد تعالى ندي اسم برضو عشان ما انتهش نعرف باتكلم عن ايه فده هنسميه total revenue quarter to date ونيجي على يمين نسمي measure بنفس الكلام rev اختصارا وبعد كده qtd نقطتين خلص اسم measure equal نكتب المعادلة بنفس الكلام calculate هي بالزبط expression افتح square bracket واختار لي revenue وبعد كده comma الفلتر بتاعي نفس الكلام اسمها dates بس المرة q يعني quarter to date qtd برضو لازم اديها calendar وديها date من جوة calendar table واقف الاول معادلة وتاني معادلة ودوس enter كده حضرتك خلصت بسرعة number formatting نختار currency بلاش نسمى places وتعالى نرجع تاني على excel ونشوف شكلها في pivot table نفس pivot table هروح على all sales انزل تحت خالص هلاقي ادي المجر الجديد quarter to date لو اخترته طبعا لو تبص على السنة مش هتشرح لك حاجة لو شفت شكل الشهور هتبان معاك ادي يناير نفس الكلام ما فيش فرق لو جماعت يناير فبراير المفروض يديك المليون 132 بص كده تحت مظبوط مليون 132 اجمع عليهم مارس وبص على شهر مارس مليون 703 ادي 703 روح على ابريل هتلاقي قلب معاك وبدأ من قلب جديد فالدنيا ماشي معاك بشكل هاي quarter to date موجود معاك جوه pivot table وبنفس الطريقة بالضبط تعالى نبص على الإجمالي الجاري السنوي او total year to date تعالى برضو نبص عليها من منظور الشهور طبعا ممكن تشتغل معنا ايام برضو يعني لو بدأنا من اليوم هيفضل يجمع لحد اليوم رقم 365 فما فيش مشكلة لكن تعالى نبص عليها من منظور الشهور عندي 12 شهر وربع اهم طبعا زي ما اتفقنا total بتاع يناير هيكون يناير لكن total year to date total بتاع فبراير هيكون عبارة عن يناير وفبراير مع بعض تعالى برضو نسرق المعادلة من التابل ده control V تعالى نسلحها كده بسرعة نزبط الرينج بتاعها هنبدأ من K5 وندوس enter وبعد كده نسحب لغاية الاخر خالص شهر جون تعالى بص على total 64400 نفس الكلام 64400 الإجمالي في ديسمبر 126 600 وهو مساوي الإجمالي السنة بالكامل تعالى برضو نروح على data model ونشوف ازاي بالdax ممكن نعمل نفس الحكاية دي نفس المعادلة بالزبط بدل dates mtd و dates qtd هنستعمل dates ytd بس فيها حتة زيادة تعالى نشوفها مع بعض انا هنا هبدأ اكتب section جديد وحسميها نفس الكلام total revenue year to date وهدوس enter وهي على المكان العليمين وابدأ اكتب المجر ونفس الكلام اختصارا rev وبعد كده ytd نقطتين وبعدين equal نبدأ نكتب calculate cal tab الexpress هو هو الrevenue tab comma عايز مني filter وقلنا filter سيكون عن طريق معادلة من معادلات time intelligence functions سنختار المرة نفس الكلام dates ولكن dates ytd اخر واحدة تحت tab عايز مني dates موجود في calendar ساختار column اسمه date وامل tab لكن ركز معايا في argument كمان اسمه year end كما محتاج مني year end ودي طبعا ضريفة جدا لانها تديك امكانية انك تقول year end بتاعك امتا طبعا في معظم الاحوال كل الشركات بتبقى 1-12 لكن بعض الشركات بتكون 31-3 بعض الشركات 30-6 الحكومة معظمها 30-6 فطبعا تختار year end بتاعك تكتبه ازاي هتحط double code وتكتب 31-12 ده الصيغة اللي بتكتبها بتكون بالشكل ده طبعا في حالتنا لو انت 31-12 مش محتاج تكتبها لانه ده default فبتقفل على طول القوس بتاع dates ytd وتقفل القوس بتاع calculate وتدوس على enter number formatting سريع وتعالى نروح نتفرج عليها جوة pivot table هروح على field list واده اخر حاجة عندي revenue ytd لو دست على الماجر ده هتلاقي موجود عندك ولو حاولت بقى التابع اهو ادي اول شهر جانوري بيساوي جانوري تعالى ناخد مثلا شهر جولاي لو جمعت الست سبعة شهور لغاية جولاي هتدي لك تحت كام 3.965 هو بالزبط الرقم اللي موجود في year to date وتعالى نبص 2017 ايه اللي هيحصل نفس الكلام هيبدأ بقى reset ويبدأ نقوم جديد في سنة جديدة ويحصل نفس الكلام طول من تماشي يبقى شوفنا مع month to date quarter to date وكمان year to date دلوقتي بعد ما حسبت revenue year to date عشان التحليل بتاعي المطلوب فيه ان انا كمان اشوف التغير بتاع year to date يعني انا كنت باشوف تغير الشهر على الشهر اللي زيه السنة اللي فاتت كمان عايز شوف year to date عامل ايه بالنسبة year to date بتاع السنة اللي فاتت يبقى دلوقتي محتاج احسب year to date للسنة اللي فاتت طب ممكن احسب هنا عطول في نفس الحتة دي بتاع revenue year to date عاملها ازاي برضو هستخدم calculate وطالما كابت اسمحي ان اعمل evaluation لمajer معين فهستخدم measure revenue last year ولكن هحسب year to date بنفس الطريقة باستخدام dates ytd تعال الان نكتب مع بعض اول حاجة هسمي المajer فهسمي revenue r e v طبعا اختصارا ytd وعلى كده underscore ly يعني last year نقطتين واقل وهنستخدم calculate زي ما اتفقنا ونعمل square bracket عشان نجيب قائمة measures وعندي revenue last year اهو موجود هنا ادي revenue last year double click عليه هكتب revenue last year وبعد كده comma وتعال نكتب معادلة dates ytd وزي ما اتفقنا محتاج مني dates هاختار calendar وياختار العمود بتاع dates ونقفل المعادلة بتاع dates ytd ونقفل calculate وندوس enter وحنعمل برضو number formatting دلوقتي ممكن كمان احسب التغير absolute اطرح the year to date بتاع السنة دي minus the year to date بتاع السنة اللي فاتت واشوف التغير كان قد ايه سهلة جدا مجرد عملية الطرح بس حدي اسم للماجر فممكن اقول variance var vs vs ytd underscore ly نقطتين واقل ونكتب برضو measure بسيط مغالا اطرح revenue year to date اللي لسه حسب square bracket واكتب rev add revenue year to date واطرح منه revenue year to date last year برضو لسه حسب دلوقتي حالا ممكن افتح square bracket active rev واد موجود تحت revenue year to date last year طرح الاثنين من بعض نفس الكلام ممكن نعمل على طول number formatting سريع وبعد كده اجيب نسبة التغير فممكن اسمي measure جديد واسمي year to date underscore year over year percentage ونقطتين واقل ونستخدم معالة divide div add divide هنحط ايه فوق اللي محتاجين نحط فوق نبدأ بي في الحالة دي هيكون التغير اللي هو طبعا نفتح square bracket عشان نجيب قائمة measures ونكتب var اهو موجود تحت variance versus year to date last year ادي المجر الاولاني اللي هنحط فوق وبعد كما هنحط ايه تحت حنحط revenue year to date last year ممكن برضو افتح square bracket rev add revenue year to date last year ده اللي هنقسم عليه وبعد هنعمل comma وفي حالة ان يكون في صفر لو سمحت اديني blank فحكتب لفنكشن اللي اسماها blank b la add blank ونقفل الـ divide وندوس على enter في الحالة دي محتاجين number formatting يكون percentage هنروح اختار percentage و add نسبة التغير اقدر احطها pivot table وده اللي هنعمله في الفقرة الفضلة من الفيديو اخر جزء فيديو النهاردة تعال نعمل مع بعض dynamic sales report باستخدام pivot table وباستخدام بعض slicers وانا واقف على الشيط الجديد اسمها salesback category انا قريدي يمدي عنوان وانا اختار pivot table زي ما اتفقنا حايفا من انا عايز الworkbook data model هدوس على ok هيعمل pivot table من alliance table على الشمال الفوق ممكن ادي اسم وخيرا من مراد ينديله مثلا dynamic sales report وادوس على enter وبعد كده ابدأ من feed list اختار الحاجة اول حاجة انا محتاج من all sales حابة measures هفتح all sales اول حاجة عايزها revenue الحاجة التانية year for year percentage change year for year ومن تحت خالص هختار revenue year to date وكمان هختار year to date year over year طبعا الستتب ده كويس قوي هقدر اشوف مبيعات الشهر واشوف المبيعات year to date وكمان اشوف التغير اللي حصل بالنسبة للشهر الوحده وبالنسبة للسنة كلها لحد ما انا واقف بشكل كويس جدا نوع من المتابعة الجيدة جدا الperformance بتاع sales طيب تعال انا محتاجين شوية تأسيمات مش هينفع نحطه بالشكل ده فاول حاجة هروح على channel هفتح table بتاع channel واخد channel احطها في الروز يبقى دين مبيعات بتاعة channels كمان ممكن احط تحتيها من product اختار category وحطها تحتيها بقى عندي كده مبيعات category متصنافة لكل channel اللي حصل الريبورت ده هقف هنا واروح على design ومن design هقوله subtotal وحقوله show subtotal at the top حطيه بشكل كويس قوي وانا مختار برضو pivot table هروح على pivot table analyze هروح على options وهختار auto fit column width on update هعمل لها uncheck مش عايز ويعمل كده عايز انا احدد column width ومشكل شوية يتغير معايا هدوس على ok وحبدأ اختار الheaders دي وابدأ اتحرك بيها شوية عشان اوسع الدنيا شوية بعد كده وانا واقف برضو هنا هروح على pivot table analyze هعمل uncheck buttons وان field header فخفى الheader اللي كان هنا بالظهور اللي كان موجود فيه وكمان هنا كان فيه شرط شلهالي الشكل كده بقى احسن ناقص بس احط شرط حاجات عشان اقدر اعرف dates فتعال نروح على calendar ومن calendar هروح على more fields هاختار السنة واعمل right click وقال add as a slicer لازم اختار الاول سنة من السنين ولتكن 2019 وبعد كده اروح على month وقال right click and add as a slicer بقى عندي 2 slicer واحد الشهر واحد للسنة محتاج slicer كمان على region هروح ال region وright click وقال add as a slicer بقى عندي 3 slicer نبدأ نزبط اول واحد بتاع region وانا اختار الheader حدوث على alt عشان اقدر احرك على grad بالزبط زي ما انت شايف تحرك على grad فهزبط عند الheader عند اول الheader فعند C7 تقريبا هحط هنا وبعد كده ابدأ صغره شوية عشان يبقى جنب الجدول بالزبط وممكن بعد كده اطول الحتة دي اخليه ينزل لحد اخر ال pivot table وطبعا هنا بقى spaces فاضية بعد الbutton فممكن اتخن الbutton دي شوية ازود الhead بتاعها وانا مختار الheader هروح على slicer menu وممكن هنا انا اعرف ان محتاجة احط فيها 058 وادوس enter فاداني على طول height المزبوط اللي انا محتاجه محتاج بعد كده اضبط year وmonth انا عايز بالعرض فوق هاختار year من هنا من فوق واروح على slicer عايز اتبقى 6 columns فهعمل 6 من الحتة اللي فوق دي من buttons هتلاقي ان 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 محتاج تضبط برضو height بتاع buttons فوانا واقف برضو على slicer هروح على slicer option وبدل point 3 دي هعمل point 25 وادوس enter كمان مش محتاج header فوانا مختار slicer هروح على slicer settings uncheck display header وادوس على ok كده ممكن اصغر بقى مع الدنيا شوية فحدوس على alt واصغر واحدة كمان فكده اخذ بس two cells او rose نفس الكلام هعمله في month وانا دايس على alt هروح حطه على طول تحت year فكده عند حرك شكل report جاهز تماما بتاع نبدأ مثلا بشهر April وانت واقف على شهر April عندك revenue وعندك year over year بتاع الشهر الوحد كمان عندك revenue to date وعندك year over year الشهر كامل وقدر ابص على channels وقدر ابص جوه channel على categories وقدر اختار الريجن من slicer ده اختار Alex او كايرو او canale اعتقد report صريف بيوريك كل الديتا اللي عندك بشكل comprehensive وinteractive لما تبعته للمدير بتاعك او تبعته لأي user اعتقد هيستفيد منه جدا جدا وبكذا نكون وصلنا لهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة واسيب لي تعليق وهتلاقي هنا لينكات لبعض الفيديوهات والسلاسل اللي احنا قريدي خلصناها هتكون مهمة جدا من ضمنهم السلسلة دي من البداية اللينك بتاعها وسلاسل اخرى فلابس ما هتتفرج عليهم واخد فكرة عن باقي محتويات القناة شكرا جدا لوقتكو وارجو انوا استفدت واشترك في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته